أنا موضوع طبعاً المحكمة راح أتوقف عنده وكواليس ما جرى في الحكم لكن نتوقف شوية عند بعض المحطات اللي تتعلق بهذا الملف معاك شيخ حمد على سبيل المثال وزير الخارجية البحرين السابق شيخ خالد بن أحمد آل خليفة ذكر هذا الكلام في عام 1991 توجهت قطر إلى محكمة العدل الدولية بطلب منفرد تطالب فيه بـ 30% من أراضي وميان البحرين وهي قضية خسرتها قطر بعد اكتشاف المحكمة لـ 83 وثيقة مزورة استخدمتها قطر لدعم طالبها شنو الدقيق بهذا الكلام؟ أولاً أحنا نعتقد أنه في المياه الإقليمية المحكمة عن صفتنا بالكامل وخاصة أوفشة الديبل رجع إلى قطر أحنا نعتقد أنه أحنا خسرنا حوار ولكن قبلنا هذا قبلنا حكم المحكمة ولكن في المياه الإقليمية نعتقد أنه قطر كسبت الكثير وهم يعرفون ذلك الأوراق المزورة اللي يدعون عنها قطر اللي سحبت من المحكمة قبل أن تنظر فيها المحكمة لأنه احنا اكتشفنا وهذه لأول مرة أنه هذه الأوراق دست علينا على أنها أوراق أوراق رسمية ولما صار عندنا شك بين رسمية أو ما رسمية رح من عندنا كتاب رسمي سحبناها من المحكمة ولا نظرت في الدعوة في المحكمة ولا قدمت المحكمة